لازم يا جماعة نفكر بعقلنا قبل ما حد يتكلم والكلام اللي انا شايفه على الفيسبوك وعلى السوشال ميديا لازم ناخد بالنا مين اللي بيكتبه وبيكتبه ليه مين اللي بيكتبه وبيكتبه ليه وحتلاقي الكلام ده موجود في خمس ست عشر عشرين اكاونت هو هو يعني في حد رميه علشان يتحط على العشرين اكاونت هو هو الكلام يعني الكلام اللي انا بقوله اهاب الخطيب بيقوله مثلا يعني فلان التالت بيقوله الرابع بيقوله هو هو الكلام مفيش حتى حرف متغير مش كده يا جماعة